أكد وزير الخارجية سمح شكري على دعم مصر لمؤتمر نزع السلاح في جهوده للتغلب على حالة الشلل التي تعتري أعماله منذ أكثر من عقدين كما جدد شكري التأكيد على موقف مصر الراسخ من ضرورة نزع السلاح النووي حيث دعى وزير الخارجية الدول النووية إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهدتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي تعرب مصر عن دعمها الكامل لعقد الجلسة الخاصة الرابعة حول نزع السلاح SSOD4 في أقرب فرصة لإجراء مراجعة شاملة حول هيكل منظومة نزع السلاح متعدد الأطراف السيد الرئيس لقد تبعت مصر بيان الدول النووية الخمسة الذي صدر في 3 يناير 2022 وتؤكد أهمية قيامة الدول النووية بترجمة مجاء في البيان إلى إجراءات ملموسة وعملية من أجل الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة ترجمة نانسي قنقر